ملابس تقصية أو تمثيل أو حاجة زي كده ايه موهدات ظهور الدين بقى عند الإنسان أول حاجة زادت حجم الدماغ البشر العقل الديني هو أحد نتائج الدماغ الكبير بما لاكي لصيغة الأفكار الدينية والفلسفية خلال التطور البشري بتاع الإنسان تضاعف حجم دماغ المخ للإنسان 3 مرات تتخيل أن حجم دماغ المخ للإنسان تضاعف 3 مرات وبلغ زرواته قبل 50 ألف سنة تمام حدث معظم توصع الدماغ في القشرة المخية الحديثة بيسموها نيو كورتكس تمام ومفترض أن تكون القشرة المخية الحديثة مسؤولة عن السابات العصبية كاملة وراء الظواهر مع القدر مثل الإدراك والفكر واللغة والانتباه والذاكرة العرضية والحركة التطوعية يعني ايه مخ الإنسان لما تطور نشأ فيه حاجة اسمها نيو كورتكس تمام القشرة المخية الحديثة القشرة المخية الحديثة دي مسؤولة بقى هي المسؤولة عن الإدراك والفكر واللغة والأفكار الفلسفية والدينية تمام دي بتريد تنشأ في الفترة بقى اللي هي نشأ فيها الدين يعني بقولك الدين يعني ايه لقوا أصار لممارسات الدينية لغاية 40 ألف سنة مضت طيب زروة دماغ الإنسان زروة مخ الإنسان حجم مخ الإنسان وتطور مخ الإنسان كانت 50 ألف سنة يعني فترة متزمنة يقعد يفكر في الأفكار الفلسفية مثلا القطة لو أنت بصيت يعني القطة والكلب الشطاء تفكر بقى الأسئلة أنا مين الخلقني وجيت منين ومن خلق ربنا وأنا جيت إزاي وراح فيه ما فيش الكلام ده بتاكل تونة وتلعب في الشارع وتجرى رفران وتنم يعني هو الإنسان يعني الإنسان هو اللي بيفكر في الحاجات دي وبرضو الشامبانزي زي ما هنشوف لإيه بعض الممارسات يعني ليه بقى عشان القش المخ بتالإنسان أكبر كبير والقش المخية الحديثة دي هي بقى المسؤولة عن هذه الأفكار الحجم النسبي بص بقى ده نظريع المياه اللي أنا أقول لك عادي نظريع المياه اسمع نظري الدنبار دي نظريع المياه سابتة اللي هي إيه الحجم النسبي للقش المخية يعني حجم القش المخية الحديثة لأي نوع حيواني إنسان أو غيره يرتبط بمستوى تعقيد الاتماعي لنوع معين يعني إيه يعني كلما زاد حجم الدماغ وقشة المخية الحديثة دي كلما صارت المجتمعات اللي بعيش فيها هذا كان زول قشة المخية الحديثة دي تعقيدة بتخلي المجتمعات أكثر تعقيدة ممارساتها يعني يعني فيها تفاصيل كتير بقى تمام جواز وطلق ودين وحارب يعني على عكس إيه اللي هو أقل بقى اللي ما عندوش قشة المخية الحديثة دي أو يعني أضعف تمام ويرتبط حجم القشة المخية الحديثة بعدها من المتغيرات الاجتماعية التي تشمل حجم المجموعة الاجتماعية وتعقيدة لوكات الزواجي الشمبانزي تشغل عشان تبقى فاهم الفرق بينك وبين الشمبانزي شمبانزي قشة المخية الحديثة نص الإنسان تمام فالشمبانزي طبعا علاقاته الاجتماعية أعقد من الإيه من البقية الحديثة أنت كان الإنسان أعقد بكثير بقى تمام طيب يبقى أول حاجة إيه مهيدة الوزوري دي عند الإنسان زيادة حجم إيه الدماغ البشر طيب ثاني حاجة استخدام الأدوات إنت لما أقولك استخدام الأدوات مهد لزوري الدين إنت هتستغرب لكن لما تسمع درويتي أتلاقي العملية فعلا إيه علمية وإيه أساس حلم منطقة اللي هو إيه المعتقدات السببية التي نشأت عن استخدام الأدوات لعبا دورا رئيسيا في تطور المعتقد يتطلب تصنيع الأدوات المعتقدة إنشاء صورة ركز في دي إنشاء صورة ذهنية لكائن غير موجود بشكل طبيعي قبل صنع القطع الأسرية فعلا يعني أنت لما تعمل أدوات دي بتنمي عندك قاعدة السببية اللي هو بتخليك أنت في الآخر تؤمن بالله تمام تاني حاجة الأدوات دي بتخليك تتصور ذهنية حاجات مش موجودة وإنت تعملها بإيدك يعني أنت المثال مثلا بيعمل تمثال بيتخيل شكل تمثال قبل ما يعمل بيعمل تصور عنه فاستخدام الأدوات خلى الإنسان يؤمن بالسببية ويتصور أشياء غير إيه موجودة قبل وجودها علاوة على ذلك إن المرء يجب أن يفهم كيف يستخدم الأدوات وهذا يتطلب فهم السببية تمام وبناء على ذلك فإن المستاذ تطور الأدوات الحجرية يعد مؤشرة مفيدا على المعتقدات السببية تمام يعني تطور الأدوات بيعمق فكرة السببية في العقل الإنسان الأدوات المكونة من أكثر من مكومة من المكومة إن الشمبانزي بيحزن عن موتة أنت خبت لك محد يموت له بيحزن وبتاعه ويعد عايته تمام ولاحظ العشية التي لها كيمة جمالية مثل غروب الشمس وكل ده ممكن تعتبر أنت من مكونات الدين والروحانية مش الديني يعني الشمبانزي بيحزن عن موتة ويعني بتطلع في السماء وعنده نوع من أنواع الروحانية تمام ودرجة الفهم بتاعته بقى دي يعني إيه ليه علاقة بالفص الجن تمام بس تخدم الأدوات تمام اللي يزوري ليه الدين عند الإنسان ليه لأنه هو علم الإنسان قاعدة السببية أن كل شيء ليه سبب أنت خبت لك منطقي عملي تمام يعني عشان حاجة تبقى موجودة لازم حد يعملها عشان كده دايما الإنسان بيعتقد أن هذا الكون له خالق بناء على هذه الفكرة التي يعني فكرة السبببية التي نشأت معهم منذ إيه استخدم الأدوات ثاني حاجة بتخليها تصور أشياء غير موجودة يعني يتصور تمثال مثلا لامرأة يتصور تمثال لحيوان وبعد كي يعملوا بإيده فبقى يتصور أشياء غير إيه موجودة ظهور اللغة ده الممهد التالت ومنعم الممهد ليه بقى يتطلب الدين نظاما للتواصل الرمزي مثل اللغة الدين يتطلب النظام للتواصل تمام وإلا بيبقى دين فردي يعني لو واحد ما بتواصلش مع حد ده مش دين كل ما تتغلطه بيعملها دي اسمها دين فردي لكن عشان تعمل بقى دين جماعي لازم يبقى فيه لغة عشان الناس تتواصل والأفكار تنتقل تمام وما فيه دعوة وفيه ناس تؤمن وناس تكفر تمام يتطلب الدين نظاما للتواصل الرمزي مثل اللغة ليتم نقلهم فردوا لآخر الفكر الديني والحس الأخلاقي الفكر الديني علميا يعني الفكر الديني والحس الأخلاقي يرتكزان على إيه قاعدة معرفية لغوي قاعدة معرفية إيه لغوي تمام يعني عشان يبقى عندك حس إيه ديني أو أخلاقي لازم فيه قاعدة معرفية لغوي عشان تعرف منها إيه هي الأخلاق وإيه السلوكات الصح والغلط وإيه هو المؤتفل الديني تمام طبعا الدين موجود كل زي ما قلنا من خمسين ألف سنة لكن إيه الدين في شكله حديث لا يمكن أن يسبق يسبق ظهور اللغة يعني لو جتسألت مين اللي ظهر الأول الدين ولا اللغة لا اللغة طبعا صح ولا مصصح لأن الدين مفتقر إلى اللغة اللغة مش مفتقرة إلى الدين يعني الدين محتاج لغة ومالك الكتب دي هتكرب بإيه بالحبر يعني هتكرب بإيه تمام لازم لغة والرسائل الدينية والتقوصها تمارس والترانيم والتعويز والأدعية والحاجات دي لازم لغة تمام اللغة صبقة تمام رابع مواهد لزهور الدين هو إيه الأخلاق والحل الاخلاق الإنسانية نشأت بصورة شبه اشتراكية بين الحاجات الرئيسيات يعني تمام الوعي الأخلاقي يعني مش هو مش مختص بالإنسان بس العديد من الحاجات من الرئيسات مثل الدلفين والحتام مثلا إنها تظهر مشاعر أخلاقية تمام في خصائص تقسمها الأخلاق يعني والحالة الاتماعية تقسمها البشر مع الحيوانات تمام لكن الأخلاق والحالة الاتماعية يعني ما هادت لزهور الدين لأن الدين زي ما احنا شفنا في تعريفه هو منظومة بتضم من ضمنها مجموعة من الأخلاق كده جميل كده دي مقدمة لابد منها معلش يا إيه أطولة شوية بس هيئة كان إيه كان لابد منها وكان لازم لازم تتقال يعني عشان تبقى أنت فاهم يعني إيه يعني إيه دين أنت فاهم والدين جي من إيه كظاهرة بقى أنت خبرك جي من إيه يعني ابتدت زي مع الإنسان يعني لأن الفكرة السائدة زي ما احنا قولنا احنا بنقصر أفكار السائدة إن الدين ده إن ربنا بعت للناس لا الدين ده ظاهرة تطورت موجودة وتطورت هذه المقدمة اللي لابد منها أنا لإيه كهش